السلام عليكم ان شاء الله كاملتكم بخير و سحبكم لتكون لعبس الفيديو تاليوم فيديو متنوعة سنطيب معكم تشوفوا معي افكار ثاني جاءتني ماما و ازوزتي و انسوني صدقوني بثافرح كون شوي تعبانة ميكيجا و رحت هذا كاملتها بصورته الونس الونس هو كلش اليوم سنحكيه بثاف حوائي اشتبعوا الفيديو من الاخر ثاني شاركتكم بطاجين البسباس و البطاطا صدقوني جربوه ديروه في العرضات انتعكم يجي بنا على بنا الهنا اول حاجة نبدو بها الفيديو بتاعنا نبدو بالرائحة الطيبة الهنا هي شعلت البخارة انتعي هيكا بش نبخر الصالة و تطلق ريحة بهية لبس هكا بهية الصراحة اليوم لي فاتوا كامل كنت تعبانة مليجا تعجو سي ماما مبهدلة مبهدلة يا البنات كنت تعبانة صح صح مي ساعة لساعة نقول خلينا نفض الغبار على رحي نظنا عدر رحيل الهنا يا نظت مشت شعرين مكييت لبست هاد الغب خيشتوها من قبل جبتها في جهازي مي محسوب ما لبستهش خلاص بعد العرس هذي جاية كيشغل غب جاية فروز حيليكم شفو درعيها كيفها جايين باهين بزاف وذو كنت تعطي لكم وش لبست في رجلي لبست الهنا يا هذي كيشغل كاكلاكات بابوش جاية شوية خفيفة مام هي فروز ونوار ذو على هذي هي والهنا يا كيشتو لبس شوية اكسيسوارات كبش نحيلة بالي قدرت مكيياج خفيفة والهنا هي البريم اللي نستعمل فيه لليام هذو البريم تعله مارك ايفوريا فرويتي هذو هذو نوامو اللاخر اللي خلوج مهتاش عندي مده مانيش نشوف ماخورش لكوسميتيك وكلش نوامو هذو اللاخراني انتا حم كما لابلكم انا نحب هذي البريم نحب نديرهم في قشي نديرهم في الشامبرا نديرهم في شعري مهمش يضروا خلاص يا البنات نحن ريحة تحوم بزفه لها وعندهم بزف ليشوية كل واحدة وش تخييرو كل واحدة و الضوء بتاحه كين تاع الفاني كين تاع الفروي كين تاع شوفو كين هذيك ماموس يبليم بزفه انا نصحكم به ميسك تاهارة يجب أن يكون هناك ماركة جزائرية ماذا بنا ندعم للماركة الجزائرية وزيد في زيادة ريحته الدوم والباكاجين كتابه يحب صراحة شوفوا اللي هنا أخدكم على وشت وحمته شوفوا اللي هنا وشوفوا ما نقولكم شو حم على بالكم على نتشاهها برك بعدك تجيني لحاجة هذيك نقول لي ما نحبهاش خلاص اللي هنا يجوز الهند هبلت عليها دقيقة تفوت تيارة كيما لابلكم كلما نجين دير فيديو تفوت تيارة تفوت إن شاء الله يصلوا بخير اللي يرم فيها إن شاء الله يا ربي يربي سهل تريقهم لأنا حبيباتي قلت لكم نتشاهها حاجة من بعد شوفوا غير جيني لحاجة هذي كنو اللي ما نحبهاش خلاص عادي يعني مش يوحمه وحمز عمام ما لابليش أنا بألك قعد أول مرة ماني فاهمة فيها وعلو المهم لأنا كنت هبلة على هذه جزلهن قلت لماما شوفي هاليفي خنشلا راحة ملقاتش إنو كين واحد يجيبهم ديمة مبادل هنا في الجي نحن في الجي كينة ميك شغل بلايس بزاف واحد النهار كنت أنا وعزوزتي و هارون لقيتها بعد كي جبتها الماتة وسيحتها كامل مي هذك جوز الهند اللي داخل كليت تعجب لي بزاف لأول مرة نضغها شوفوا هنا ساعة نروحوا الطاجين نكمل نحكي لكم حكاياتي شوفوا هنا أول حاجة و جدرت حكم جبت الكوكوتان حطيت فيها شوية زيت حطيت هنا شوية من الزبدة و راح نحط مرسو تاعد جاج ثم كتكون عندكم عرضة ولا تقدروا تحطوا فيها كويسة كبيرة ولا تقدروا تحطوا فيها زوز ولا الحمال حسب عدد الأشخاص اللي هنا أحطيت هذك الحمال زبدة وزيت و خليتوا تقلى مليح شوفوا هنا و بداية تلك هذا شغلك بداية تعسل راح نهبطوا الهناية وش راح نديروا راح نحطوا الهنا البصلة والثوم مرحيا شوفوا جربوها لأسف تحطوا الهناية و ستجدوا أحطوا الهناية ثاني حبيت نقول لكم من اللي كشغل بليس الحمام لا تطيب بزاف و شتوني من طيبش لانه البصلة على تلعب على راسي كشغل الريحة التاحة و خشمي و عينية يقتلوني منها المهم شوفوا الهنا ليزي بي سليل حتلحت كوركم شوية كسبر و ملح هذو هما ليزي بي سليلت كسبر كورم و ملح الهنا يحطتهم مع البصلة والثوم الهنا هنحط شوية مع دنوس ربطة مع دنوس هكا بش تتقلى و نحط الجلبانة انتاعي الهنا يتحبوا تخليوا البصلة تتقلى و نبعد زدوا الجلبانة ولا تحطوه مكة على ضربة أنا احطته مكة على ضربة نبعد زدوا الجلبانة لانه الحمد تقلى و تحطوه غير تقلت لي هذيك البصلة لحتعليها شوية برق من الماء الهنا يبش هذيك الجلبانة تطيب لي في الماء الهناك الجلبانة هذيك تتشرب هذي الماء كامل الفمان مرقوب ماء سخون و نغلقه على الكوكوتا انتاعنا نجيب الهنا يلبس باس انتاعنا والباطاطا الهنا يبش هذيك تطيب نحن أنه لا يوجد و نقولهم ان لدي طاجين و لا أعطى و أنا لدي كمكة عطين و نحوس عليه الكلب و عندما قلت لها قلت لها و قلت لها أنت اخذت الماما ساعتية التي تخبرني و قلت لها و بعد الاخر و قلت لها كمكة برق من طاجين و قلت لها ان شاء الله المهم هو كوكوتا لانه يجب ان يكون في طاجين يجب ان يكون في طاجين هنا اصحابي البطاطا تقسمتها على زوز ومن بعد هنا سوف نحيب المغرف سهلا لانه يستطيع ان يكون فيها ونزيد النقية انظروا الهنا هذا كذلك يمكنك التحرير ويجب ان يكون في البورك ويجب ان يكون في البورك ويجب ان يكون في البورك انظروا الهنا بالطريقة دائرية سوف نحيب البطاطا سهلا ويجب ان تحكموا في الغمق البطاطا ويجب ان يكون في الحفرة ويجب ان يكون صغيرة لانه يجب ان يكون الحمار سوف نقوم بتوابل ترتفيه الفلفل كسبر ملح قررت وهنا اضافة لأراض لخبز مرحي ولو هذا يمكنك استخدام بصلة معها شوية ثوم مع دنوس ملح فلفل الكحل وليزي بيس تاع الحم وشوية كصبة الهنايا نخلط مليح هذك الحم يتمزج المليح مع الليزي بيس انتعي بشي تبنن ومبعد راح نجي البطاطا هذي ونحشيها كيشغل الكوائرات لهنا الكوائرات يا البنت لازم يجيو شوية خارجين وعلا كما راكم تشوفوا الكوائرات هذو يجو شوية خارجين من كما راكمб افزل الفوق هنا لكم นveroء افزل فيها depends ما اللي لا تحبت� البس باس تقدر تنعب باطاطا وما اللي لا تحبب الباطاطات تقدر تنعب بملك tier انا اvaluations لنا لا يستخدم البس باس سعيدة هه ليس الوزن kommit ا Friends أول مرة كنت طيب ثم سأضع بطاطا كنت أعجب لي اليوم قمت بسباس الزوائد كامل من فوق أضع الورقات من البرا نضع الورقات من البرا في الداخل نضع الورقات من البرافق كميات سنضع الورقات كويرات اضافة بطاطا و بسباس و كويرات اضافة بطاطا و بسباس و كويرات و نضيفة بطاطا و بسباس و يتقلل بطاطا و يريدون أن يتم أضافة بطاطا و بسبسك بطاطا و الأدوان اضافة بطاطا الاحباط السوس اضافة ننزل الروس نضع البطاطا وبارض الوحيد و نضع من الأقع و نضع هذا السوط و نضع البطاطا و نضع البطاطا و يقليت البطاطا نضع الكوائرات الفيونداشي ونضعها في فوق النار هناك كوكوة تضعوا عليها من الفوق لأنه لا تطول وعندكم تغفلوا لها الدوبلكم والبطاطا شاهدوا لها الدوبلكم والبطاطا شاهدوا لها كيفه جائي شاهين في الجنة هناك دوترانش القارس هناك دوترانش القارس ورميت الكوائرات الفيونداشي لا تزال طيب نشاهدوا في الجنة وماء جربوه في العرضات سرقينه شاهدوا اكمحة اشتركوا خصوصا هذا لديه بيم حاوس ويوجد بيوتى وهناك كثير من التبذك نخليين لكما ناتي فهنا كنا ننتعي للنسا ويرجال رجالة التي يجب أن تتخلق النحي تتخلص نحي من كبيروا من المكتين ولكن كنا نتعي لكم الفرق كان هناك عائرات الكثير تنحي سنك سنك لا تضرع والشعر تنحي بالخف صورتو البنات المساكل يخافوا يجرحوا وحوم ولا ينجموش اللازير ولا ينجموش اللازير انا وحدة الناس لحد الان خايفة لا تدرك اللازير تضرق الحم ينموت ينموت شوفوا الان ما يجدها كيف تنحي لها الشعر لا التعاب لهم يحزنوا شوفوا الفرق كيف كانت شوفوا الان هذي تبان صمرة وخاتبان بيضاء ودركوا الانحيناات انتحى يروحوا لجميع انحاء الجسم البرتاح روحوا البروموسيا البروموسيا هذي بشحال غير 450 الف التوصيل للعاصمة 40 الف وباقي الولايات سبعين الف اما بالنسبة اللي يدي زوز التوصيل رح يكون مجاني يعني البري رح يكون ربعمائة وخمسين والتوصيل يكون مجاني الهنايا يعني بروفيتيو من العرض هذا رحي بروموسيون كتبهم لكم الهنايا التوصيل الاربعين العاصمة سبعين جميع الولايات وهي ربعمائة وخمسين الف ميلي تدي زوز يتنحلها سعر التوصيل يعني قدرة تسفهم انت وصاحبتك وانت ومع لبالي ششكون ولا تديها للزوز تأكادو وحدا ديك وحدا له كي ما تحبوا توصيل مثلا اذا خرج الولايات رح يتحلكم 140 الف تولي توصلكم التوصيل مجاني ناقص 140 الف توليك شوفوا لي الهنايا يا صحاباتي هاي ديكم الابوات الانتحة كينا فرجوجو كينا فنوار الهنايا فيها الوراقي انتحة تعلقارونتي فيها الوراقي تعلق الاستعمال الهنايا تقدروا تغسلوها بالما يعني كي تكملوا تقدروا تلحوا عليها الما او لا تنفضوها بركب المستحسن انكم غير تنفضوها بركب البروسة اللي فيها ودركنا نعطي لكم البياس اللي فيها من الداخل كي ما راكم تشوفوا شوفوا لي الهنايا فيها هذا الشعر غير وفيها ديكم نعطي لكم وفيها الهنايا هذا البروشت اللي جاية بزف هاي للقاليتي انتحة هذي تقدروا تحطو فيها البروشت اللي تنفضو بها نعطي لكم والهنايا تنضيز انتحنا اللي تقدروا تستعملوها للنسا ولا للرجال بزف براتيك وتنحي من انحاء الجسم كامل ووالا هاي ديكم وتتشارجها بطبيعة الحال تمشي بلشي شارجر كي ما كنتوا تشوفوه تشارجيوها وتدوها ومما تحبوه وتخدمو بيها وتحكملكم لها شارجة مش هذيك اللي في دقيقة اطفض هاي اللي هنا يمنين اتنضفوها ومن اللورا يعني بالنسبة للرجال اللي يحبين يتراسي حتى مم بتاع اللورا يعني بزف براتيك دركنناتها لكم وشوفوا اللي هنا الانحناءات يعني تروح مع انحناءات الجسم ما تبقاش يعني عاصية ممزع ما اي انحناء في الجسم اطرح معه وما تجرح موالوه تنحي بالخفز هذه البروسة اللي تنظف وفالا اللي هنا يمنين اعطي لكم شوفوا اللي هنا هاي اللورا اللي تتراسي والله هنا يمنين اقول لكم البوشاة تخطوش الدماء معكم ومن ما تحبوه بروفيتيو من العرض هذا من عند بيوتي نخليه لكم اللي هنا في الشاشة بروفيتيو وما تنجموه عرض بزفايل 450 توصيل العاصمة 40 باقي الولاية 70 كنت تضيف زوز التوصيل مجاني وانا اللي هنا حبيباتين اذهبوا لحاجة اخلاف لانا يجرى هارون الحوت انا اي احد اللي لك في الليل من مقابل بباروين يبيعوه ننسيت بلاصة اسموها بعد خيرت انا شوية حوتات لانا الحوت نحن نحيله الراس محن طيبه براس ما نحبش غالي اذا كان مشوي ونحن نبرش لانا ما مابرشتهم ليكي ما يحب الخاطر مانيش انا اللي درتهم بصراحة مان نجم نغسل الكبدة مالحوت عدت هذو كامل نعيفهم مان نجمش نغسلهم المهم وهذا جابوه هارون قلتوا مزيش تجيبوه ما نسيت اسموه اصلا مش اسموه لانقويست ولا نسيتوش اسموه الله يسهل علي ما ميش بلحنش قلت له مزيش تجيبني هذا وهذه كشغول سردينا ما فيهاش الشوك من الداخل وهذا هي بالنسبة لهنا حبيباتي حبيت نشكر كل وحده على الميساج انتحاء الكبار كتلي كيف رحتولي ربي يرزقكم بالخير ربي يرزقكم بالمحبة ربي يرزقكم براحة البال وشي يحب قلبكم وحبيت نقول كل وحده محرومة ربي يرزق الذرية الصالحة في اقرب وقت وديما نزيد نعودها لكم متنسونيش بالدعاء انتعكم نبغي لكم ديما تدعيوا لي انه ان شاء الله يثبت الحمل التاعي ويكمل بخير ونسلك ان شاء الله يا ربي هذي هي وربي سهل كل وحده وش في قلبها كما قلت لكم انا البريود كشغل الحمل التاعي جار الصعيب من الأول بعد لانه كشغل كثير حنقول لكم كنت لازم ندير سركلاج ومن بعد قررت اني ما ندير سركلاج يعني لازم ندير روبو لازم ندير روبو ومن تعبش بزاف كانوا يسي عليها قطرات الدم واللي تندير في البريودة اذا تعرفوهم باش ممو مو كو تعرفوهم يمدوهم طباوك يكونوا عندكم قطرات الدم باش ما يكونش باش ما تسقطش المراء الجانين ليسونسيال ربي يلطف بي وربي يلطف بكل واحده يا ربي يعني كما قلت لكم فاتع لي بريودا وكان عندي ضرف شوفوا ملي هزيت الحمل هذا صار لي ضرف خلاني ما نش مليحة خلاص زاد دخلني في بعضايا كيش غلوهم اي مرافات هتعلي هنا بكري كنسبها وحده توحمت بلي حاجة عادة ميضر كار راني فاهمة يبدللكم في القرط تاعكم اللثة تاعكم سبنيكم يذروكم ووجهكم يتبدل كيما قلت لي وحده خشمي كبار راني نحسى البيبي في خشمي قلت لها ماليش اللي يكون لاباس ويكون خلقة تامة ويكمل ربي بخير هذي حبيباتي اما بالنسبة الهنايا كنت متشاهية للعدس والحميس والرخسيس كنت ميتة بالعيس صراحة قال لي هارون دي للك الحميس قلت له لالا حبيبت ندير انتاعي نضت نضت هنا على الرجل درت هذا الحميس كما قلت لكم هنا روفات درت شوية رخسيس ودرت شوية اعدس هذو كنتم تشاهيتهم هاروندل وزيتيتون لنا لالا وهكا نكون وصلنا نهاية الفيديو ان شاء الله الفيديو تعليه مخفيف الضريف المرة الجاية سنبرتجي معكم بزاف افكار بزاف حويج كيوت على بلي رح تفرحوا لي ورح تفرحوا معايا ربي هنيكم وربي نوركم وربي كمل اللي في بالكم ما تنساوش ديو النجام وابنيه كبشي لحكم جديد تاع القناة انطلعوا في رواحكم اشتركوا في القناة